استخدم النظام البحريني تنظيم القاعدة الإرهابي لضرب المعارضة بتوجيهات من الملك شخصيا برنامج مخفية أعظم الذي تعرضه قناة الجزيرة كشف عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادة تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين بتوجيهات ودعم شخصي من الملك حمد بن عيسى البرنامج الاستقصائي الذي كان تحت عنوان اللاعبون بالنار أظهر حصول البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقابة عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادة في التنظيم محمد صالح وهشام هلال لبلوشي محمد صالح وخلال شهادته للبرنامج الاستقصائي أكد أنه تم الاتصال به من قبل قوات أمن الدولة وأعلموه أن الملك يريد منه مواجهة الرافضة والشيعة وتنفيذ محاولات اغتيال ضد قيادات المعارضة ومن أبرزهم عبدالوهاب حسين ورموز الشيعة وأعطي ضوى الأخضر لتنفيذ الاغتيالات من خلال التواصل مع قيادات القاعدة في السعودية لجلب الأسلحة وعرض البرنامج لأول مرة شهادة الضابط يسر الجلهمة الذي أوكلت إليه مهمة قيادة القوى التي فضت اعتصام دوار اللؤلؤة والذي أكد عدم وجود أسلحة في الدوار مشيرا إلى أنه تم لاحقا عرض صور أسلحة بعد تعمض وضعها من قبل جهات أمنية بحرينية وفي شهادة لضابط المخابرات الأمريكية السابق جون كاريوكو أكد أن الحكومة البحرينية راهنت على ضرب الشارع السني بالشارع الشعي لكنها فشلت ولفت إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت في مذكرات أحد عناصر القاعدة أبو زبيدة الذي اعتقل على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر أسماء ثلاث شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية وعندما اتصلت بالمسؤولين في الرياض اختفى هؤلاء ووجدوا مقتولين البرنامج وثق تأكيد المستشار السابق في الديوان البحريني صلاح البندر أن الديوان هو من مول قيام جماعات وأجهزة رديفة داخل الدولة بهدف العبث في المشهد السياسي والتحشيد الطائفي السني في وجه المعارضين الشيعة وإعداد مخطط هيكلي لعزل الشيعة عن السنة بشكل كامل ووثق التحقيق تجنيد السلطات البحرينية هشام لبلوشي الملقب بأبو حفص وأرساله إلى إيران من أجل التجسس وتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل الإيراني